ويعني من الواضح أنه يعني حنعرف بقى بالزمن وبالتجربة ولكن من الواضح أنه هذه حالات نادرة نتمنى أن تكون كذلك لكن العلم والطب حيكتشف هل الأوتو إيميون ديزيزيز دي أمراض المناعة بيتم استثارتها مثلا من هذا اللقاح ولا لأ هل في أمراض تانية حتكتشف هذه الشركات عليها أن تكون شفافة وتفصح عن كل شيء لأنها كمان موجودة في البورصة وطبعا قد تتعرض لخسائر كبيرة